احنا المشاهدين اللي بيشاهدونا خدمة نور لجميع الأمم هي أطول خدمة في العالم العربي أنا من سنة 82 بعمل برامج مسحية بالتلفزيون بتكلم عن أول برنامج تلفزيوني في العالم العربي وأول برنامج طبعا في الأربعة وثمانين ابتدينا في بث البرامج تحت طبعا المنظمة والهيئة نور لجميع الأمم يعني بكلمات أخرى اللي كان عمره عشرين سنة اليوم عمره سبعة وخمسين سنة يعني في خدمة نور لجميع الأمم إلنا سبعة وثلاثين سنة من بث برامج كل أنواع البرامج والمشاهدين أنتوا بتلاحظوا خلال كل هذه السنين محدنا عن الأساسيات الإيمانية وكل تركيزي وأنا عايش I exist لشيء واحد أنه أخذ شوية نفوس معي للسماء لعند الرب مشان هيك ليل نهار عم نخدم وخلال هاي السبعة وثلاثين سنة شفنا مئات الآلاف إذا مش ملايين الأبدية بتشهد ملايين من الناس اللي تغيرت واللي تبنت على الكتاب على كلمة الله والناس اللي ما كانت تعرف معلومات كتابية من خلال المشاهدات العديدة ومن خلال الضيوف الكرام خدام رجال الله على مر السنين وكل الخدام اللي بتشاهدون اليوم ومعظم القنوات ومعظم الخدمات أنا بقولها بتواضع هي مرأة من تحت خدمة نور لجميع الأمم فأنا أقول هذا مش للإفتخار لكن للشكر والإمتنان للرب اللي وقف معانا خلال كل هذه السنين فأصبحنا شهادة حية ولسيما من ناحية الإيمان القويم الصحيح من خلال نور لجميع الأمم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر